قد تكوني أيضاً ولدت في ظروف قاسية قد تكون غير مرغوب أو محبوب في الأسرة زيادة في الأسرة في نظر البعض ما كانش معمول حسابك في الناس وكان الأب أو الأم بيخططه جيبه واحد أو اتنين وانت جيت رقم ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا سبعة ولا عشرة أو قد تكون في ظروف عائلية أو ورست أشياء قليمة أو فقدت حاجات صعبة أو ده حد من الأسرة ومازلت ترسل نفسك علاجك النهاردة وفي يومك النهاردة وفي آية نهاردة دعوة الرب في كل يوم ادعوه ادعوه انت في مكانك قلوا كلام ده ليتك تبركني بمعنى باركني في اسمك باركني وإقبلني الله المبارك يقدر يباركك بكل بركة روحية في السمويات في المسيح يسوع أعظم باركة يباركها ليك لما تدعوه يباركت بمغفرة الخطايا يغفر لك كل الخطايا يفديك يطهرك يغسلك يقدسك يبرارك يقبلك قلوا باركني في اسمك مش بس كده وسع التخوم يا رب يا رب قلوا الظروف ديئة الشغل صعب الفكر ديئة السكن ديئة الظروف قاسية الله قادر المفتاح في ايدك انك تدعو الرب يمكن طرقت ابواب كثيرة عند القريب وعند الحبيب وعند الخليل من البشر لكن النهاردة علاجك انك تدعو الرب انك تدعوه انك تطلبه ليتك تباركني وتوسع تخومي تكون يدك معي قلوا عايز ايدك معي يا رب عايزك تباركني الكتاب بيقول كده في سفر التسنية يباركك الرب إلهك في كل ما تعمل مش بس كده قلوا حفظني من الشر اه على الشر اه على الخطايا والشرور الكثيرة اللي بتكتاز فيها المسكونة واصنافها والوانها وتعدتها الشر الادبي الشر التعليمي الشر العقائدي شر 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 في السلوك في الفكر في العلاقات في الزيارات في الافتقادات في الاجتماعيات في امور كثيرة قلوا حفظني من الشر يا رب قدر الشر يا عزيزي وانت تدعو الرب حتى لا يتعبني في النهاية اقولك لما تدعو الرب ولما تطلب الرب ولما تترجى الرب زي ما مكتوب انك تدعو في كل يوم بحسب مزمور تمانية وتمينة على التسعة سوف الايجامة فاعطاه الله بما سأل الرب هيجيبك الرب هيستجبلك الرب هيسمع سؤل قلبك الرب هيتمم سؤلك هيعطيك اكثر جدا مما تطلب او تفتكر بحسب غنى ربنا يسوع المسيح في المجن تجيله دلوقتي تصلي معاي وانت في مكانك ارفع قلبك وصلي معاي هذه الصلاة يا رب يسوع ادعوك انك تسكن قلبي قول معاي اسكن في حياتي ادعوك ان تمتلكني اطلبك في شدتي في ضيقتي في محنتي ان تخلصني يا رب ليتك تباركني في اسمك توسع تخومي تكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني اجبني يا رب في اسم الرب يسوع امين الرب معك ولقاء جديد في حلقة جديدة من برنامجك يوما فيوما اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة